اعزائي طلبة وطلبات السنة والتجاري اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مدتكم المحاسبة المالية السنة تالتة النهاردة هنتكلم معاهم في موضوع مهم جدا اسمه توزيع الارباح في الشركات المساهمة اسمه يا ولاد توزيع الارباح في الشركات المساهمة زي ما اتفقنا في كل حلقاتنا كرستك قلمك كشكولك القلل حسبة تقعد معايا بانتباه في الحلقة تكتب ورايا تستفيد اكتر اكتر في الحلقة انا عارف ان انتم بتستنوا الحلقات بفرغ الصبر عشان تكتبوا الملحوظات بتاعتهم انا بشكركم ان انتم تابعين الحلقات كمان على اليوتيوب وتعليقاتكم الحلوة يلا نبتدي مع بعضنا توزيع الارباح يعني ايه يا ولاد توزيع الارباح توزيع الارباح كل شركة في اخر السنة بتبقى كسبت مبلغ من المال اسمه صافر ربح طيب عايزة توزع جزء على الناس المساهمين في الشركة وجزء على العمال هل بتنادي على كل واحد من العمال تقوله تعالى انت اخد لك خمس تلاف جنيه وانت اخد لك اربعة تلاف وانت اخد لك تلاتة قال لي لا انت بتمشي على خطة اسمه خطة توزيع الارباح بتعرض على مجلس الادارة مجلس الادارة يوافق تبتدي توزع طيب عشان تبتدي مشروع التوزيع هتبتدي بايه هو هيديني رأس مال في الشركة وهيديني صافر ربح يا ولاد هيديني رأس مال وهيديني صافر ايه ربح انت اسم الاسم الموضوع اسمه توزيع الارباح يبقى نبتدي بايه بصافر ربح برافو عليكم يبقى نبتدي المسألة بصافر ربح بعد كده بقى بنشيل منه احتياطين احتياطي قانوني واحتياطي نظامي يعني يا مستر ايمن نشيل منه يعني اشوف صافر ربح كام واشيل مبلغ منه على جنب اسمه احتياطي قانوني طيب هسألكو سؤال وانا عارف ان انتو هتجاوب اللي احتياطي القانوني ما يقلش عن كام ايوة ما يقلش عن خمسة في المية من صافر ربح طب ممكن يزيد طبعا يا مستر ممكن يزيد يبقى عشرة تمانية تسع لكنه ما يقلش عن كام عن خمسة في المية طب انا بقول لكم كده ليه لان ممكن يجب لي في مسألة يقول لي احتياطي قانوني اربعة في المية وفي اخطاء ايوة اقول له برافو عليكم سامعكم بتقولوا معي ها برافو عليكم اقول له ان الاحتياطي القانوني ما يقلش عن خمسة في المية يبقى لما يديني اربعة تلاتة في المية اشطب عليها وعملها كام في المية خمسة في المية طب عشرة تمانية تنفع يبقى اول حاجة ابتدت بصفر ربح تاني حاجة يا ولات ايوة خدت منه احتياتي قانوني وما يقلش عن كم في المية خمسة في المية بعد كده احتياتي نظامي احتياتي نظامي با احتياتي قانوني وبعد كده احتياتي ايه نظامي برافو عليكم بعد الرقمين دول اجمع الاحتياتي القانوني والاحتياتي النظامي اطرحه من صف الربح هيطلع الباقي هيطلع الارباح الباقي يبتديت بصف الربح خدت منه احتياتي قانوني واحتياتي نظامي جامعة الاثنين طرحتهم من صف Perfect. طرأت الارباح الباقي. بعد كده هنادي على المساهمين والعمال اقولهم خدوا دفعة اولى طب الدفعة الاولى. كم في المية يا مستر ايمان. سبتة كم في المية? خمسة في المية. دفعة اولى للمساهمين و العاملين. يبقى الدفعة الاولى. كم في المية? خمسة في المية. سمع ولو شاطر هناك اهو بيقولي. زيها زي ما يقلش عن خمسة في الميةEh لا. بس الدفعة الاولى سابتة. كم في المية? خمسة في المية. دفعة اولى المساهمين والعاملين بتتخذ منين? من رأس المال. من انهي رأس المال يا مستر ايمن بقى. رأس المال المدفوع. على قد ما دفعه يا شباب. على قد ما يخده ارباح. برافو عليكم. انا اشاه بنت بتكتب وراي هاي. ايوة? يبقى على قد ما خده دفعه رأس مال. ياخده ارباح. قلنا الدفعة الاولى ما تقلش عن كام. وما تزدش سابتة. كم في المية خمسة في المية. دفعة اولى للمساهمين والعملين من رأس المال المدفوة. طيب هوزحهم للمساهمين والعمال ياخدوا كم وكم. القانون قال لي. ياخدوا. العمال ياخدوا عشرة. وباقي المية ياخدهم المساهمين. يبقى تسعين في المية للمساهمين. والعمال عشرة. طب يا مستر ايمان ممكن ندي العمال ازياد. قال لي في بعض المسائل. ممكن تدي العمال ازياد من عشرة. بس انا اخدهم من مين بقى? من المساهمين. يعني لو عمال هياخدوا خمستاشر. يبقى خمسة وتمانين للمساهمين. وعشرة للعمال. والخمسة الزيادة يسميها حصة اضافية للعملين. طيب مدهمش ليه الخمستاشر كلهم على بعض. عشان اعطيتهم خمستاشر كلهم على بعض السنة الجاية يا ولاد العمال يقولوا احنا عايزين خمستاشر. لا اقول لهم السنة دي لكم عشرة. وهنديكم كمان السنة دي خمسة في المية حصة اضافية. يبقى انا خدت احتياطي قانوني. واحتياطي نظامي. برافو عليكم. جمعتهم مع بعض وترحتهم من صاف الايه? الربح. بعد كده خدت الارباح الباقية. بعد كده خدت خمسة في المية دفعة اولى للمساهمين والعملين منين من رأس المال المدفوع. وزعتهم تسعين للمساهمين وعشرة للعمال. وقلنا ممكن النسبة دي تتغير لو قال لي خمستاشر للعمال. بعد كده هدي نصيب حصص التأسيس والمكافأة. طب الحد الاقصى بتاحهم كام عشرة في المية. يبقى ادي التأسيس والمكافأة. كام في المية عشرة في المية. اخده من انهي رقم من الباقي. من اين? من الباقي. بعد كده يا مستر ايمن اخد الدفعة الايه? التانية. من رأس المال المدفوع. ووزعها زي ما وزعتها فوق. طيب لو في احتياطي تجديدات احتياطي توسعات احتياطي طوارئ. يتخذ من الباقي الاخير يا ولاد. يتخذ من الباقي الايه? الاخير. مع بعضينا بقى نعمل نموذج لمشروع مشروع التوزيع. عشان بعد ما نعمل النموذج هحل معاكم وانتو هجيبوا الورقة والقلم وتكتبوا معايا وتحلوا. يلا نموذج لمشروع توزيع الارباح. اول حاجة ابتدي بها ولاد اسمها الارباح الصافية. اسمها ايه? الارباح الصافية. طب ممكن يسميها لي اي اسم تاني يا مستر ايمن? اه. ممكن يسميها صفر ربح. ممكن يسميها الحساب اللي طلع من ملخص الدخل. برافو. ممكن يسميها ارباح العام المنتهي. يبقى ممكن يسميها صفر ربح. او ارباح العام الحالي. او الارباح العام المنتهي. او الارباح القابلة للتوزيع. بحطها في انهي خانة في الخانة التانية. ماشي. طيب. وبعد كده يا مستر ايمن بعمل ايه? بعمل احتياطي قانوني واحتياطي ان احتياط قانوني ما يقلش عن كم في المية خمسة في المية من صافر ربح ما يقلش لكن ممكن يزيد احتياط نظامي طب الاحتياط النظامي هل له نسبة قال لي لأ حسب نظام الشركة الشركة عايزة تعمل خمسة تعمل شركة عايزة تعمل عشرة تعمل شركة ما تعملش احتياط النظامي براحتها بس احتياط النظامي لازم يقولوا في التمرين يا ولاد برضو من صافر ربح اجمع الاحتياط القانوني والاحتياط النظامي وحطوهم في الخنة التانية وبعد كده اطرح طيب بعد كده يا مستر ايمن اعمل ايه قال لي تروح عامل مع بعضينا الدفعة الاولى قلنا الدفعة الاولى هتتخد منين يا مستر ايمن من رأس المال المدفوع من رأس المال الايه المدفوع ادي كامل المساهمين وكمل العمال ايوة تسعين للمساهمين وعشرة للعاملين حطتهم هنا جامعة الارقام وطرحتهم من الباقي طلعت الارباح الباقية المكافئة كام في المية عشرة في المية ارباح حصص التأسيس كام في المية عشرة في المية اخدهم منين انا ساكت او علشان ولد شاطر يقول لي اخدهم منين يا ولد برافو من الباقي من الباقي برافو عليك يبقى عشرة في المية من الباقي مكافئة مجلس الادارة وعشرة في المية ارباح حصص تأسيس جامعة الاتنين مع بعض وطرحتهم من الارباح الباقية لو انا عصت ارباح العام الماضي هضفها وبعد كده اعمل بقى ايه الدفعة التانية من رأس المال الايه المدفوع تسعين للمساهمين وعشرة للايه للعملين تعالوا بقى مع بعضينا طبعا لو في احتياطات هنعمل احتياط تجديدات احتياطة طوارئ بتتاخد في الاخ الخالص من اين من الباقي تعالوا مع بعضينا بقى مستر ايمن ادينا مثال وعايزين مع بعضينا نحله وحدة واحد ماشي قال لي بلغت الارباح الصفية لاحدة الشركات المساهمة مليون جنيه يبقى الارباح الصفية كام يا ولد مليون دي اللي نبتدي بها المسألة وقد اقترح مجلس الادارة توزيع الارباح كاما يلي تطبيق احكام القانون رقم مية تسعة وخمسين لسنة الف تسعمية واحد وتمانين بشأن حجز الاحتياطيات ايه هي الاحتياطيات ايوة الاحتياط القانون اللي هو كام في المية برافو خمسة في المية وبشأن التوزعات النقدية للمساهمين في الحدود الحد الادنى المقرر يعني عايز يدي المساهمين والعمال الدفعة الاولى لحد الادنى المقرر اللي هو كام خمسة في المية برافو وبشأن مكافئة مجلس الادارة في حدود الحد الاقصى اقصى حاجة لمجلس الادارة كام عشرة في المية خلي بالكم يا ولاد مكافئة مجلس الادارة لحد الاقصى عشرة لكن ممكن تبقى تمانية في الامتحان ممكن تبقى تسعة صح الاقصى كام عشر برافو عليكم بعد كده تطبيق احكام نظام الشركة في حجز احتياط نظامي كام في المية خمسة في المية من صفر ربح بقى هو مديني كده احتياط نظامي هو جاهز وعايز يدي تلاتة في المية دفعة تانية للمساهمين والعملين وترخيل الارباح البقية للعام القادم فبيقول لي ايه بقى فاذا علمت ان رأس المال الشركة متمثل فيه مية الف سهم عادي قيمة اسمية مية جنيه هو رأس المال بجيب منه ايه بجيب منه الدفعة الاولى والدفعة التانية برافو عليكم طب رأس المال مش مديني الرقم يا مستر ايمن اجيبه ازاي اضرب المية الف في المية مية الف سهم في المية يبقى بضرب عدد الاسهم في الكومة الايه الاسمية وهي مدفوعة بالكامل يبقى بدفع في المية كلها طب افرد دفع ستين بس ايوة هضرب في الستين بس يبقى مدفوع بالكامل هضرب المئة الف في المية تطلع بعشرة مليون جنيه ده بعمل منه ايه الدفعة الاولى والدفعة الايه التانية ووفقت الجمعية العامة في واحد واحد الفين وعشرين على مشروع توزيع الارباح هيطلب مني مشروع توزيع الايه الارباح تعالوا مع بعضنا كده نحل مع بعضنا ياولاد بالورقة والقلم وانا عارف ان انتو بتحلوا معايا دلوقتي شايفكم كلكم برافو عليكم هنبتدي المسألة بايه هنبتدي المسألة بايه ايوة برافو عليكم بصاف الارباح طيب احنا قلنا صاف الارباح في المسألة كان فاكرين مليون جنيه اروح حطه هنا يبقى انا ابتديت يا مستر ايمن بصاف الارباح طيب ممكن يسمي صاف الارباح دي حاجة تاني اه سمع بنت شطرة ممتازة بتقول لي ممكن يسميها ارباح العام الحالي ممكن يسميها ارباح العامل ايه المنتهي طيب برافو عليك قلنا هنعمل اول حاجة احتياطي قانوني حد فاكر الاحتياطي قانوني الحد الادنى بتاعه كم يا مستر ايمن ايوة الاحتياطي القانوني الحد الادنى 5% طيب هنعمله ازاي يا اولاد انا بسكت كده عشان انتوا تقولوا ورايا ايوة هنجيب صف الربح اللي هو المليون ده والاحتياطي القانوني كان في المية 5% يبقى اول مليون في 5 على 100 طبعا في ناس شطرة هتعملها من غير الى بس نعملها مليون في 5 على 100 مليون اللي هو ايه يا مستر ايمن اللي هو صف الربح في 5 على 100 هتطلع على الالة 50 الف حطهم في الخانة التانية يبقى اول حاجة شلتها من صف الربح ايه هي ايوة برافو عليكم احتياطي قانوني تاني حاجة بقى هشيل احتياطي نظامي كم في المية هو من دهلي في المسألة يا مستر ايمن 5% بروح كاتب كده 5% احتياطي نظامي طيب الولد الشاطر اللي مركز معايا زي ما عملت في الاحتياطي القانوني اعمل في الاحتياطي النظامي ايوة صف الربح اللي هو كام مليون في خمسة تانية اولاد علامية هيطلع زي نفس الرقم خمسين الف يبقى انا شلت احتياطي قانوني واحتياطي ايه نظامي طيب خمسين وخمسين اجمع كل اتنين اجمع يا اولاد خمسين وخمسين يبقى انا شلت كام ميت الف جنيه شلت المية من المليون يتبقى عندي كام يا مستر ايمن اقول مليون ناقص ميت الف يبقى فاضل عندي تسعمية الف اسميهم الارباح الباقية طيب هقول الثلاث خطوات دولة تاني علشان نكمل مسألتنا ابتدنا المسألة بايه يا اولاد بصاف الربح يا مستر ايمن يبقى ابتدنا بصاف الربح مليون جنيه شلت منه ايه اول حاجة احتياطي قانوني ما يقلش عن كام خمسة في المية هو مش مديني نسبته يبقى انا بحط الحد الادنى الحد الادنى كام خمسة في المية يبقى قلت مليون في خمسة على مية طلعوا بخمسين الف طيب بعد كده احتياطي نظامي انا اللي جبت من عندي الخمسة في المية ولا في التمرين ايوا في التمرين خمسة في المية احتياطي نظامي مليون في خمسة على مية يطلع بخمسين الف اعمل ايه اجمع خمسين الف بتقول احتياطي القانوني وخمسين الف بتقول احتياطي النظامي يبقى الاتنين مع جمحهم كام يا ولاد مية طب انا عندي ارباح مليون شلت منهم ميت الف احتياطي يبقى عندي كام تسعمية الف جنيه ساميهم الارباح الايه الباقية بعد الارباح الباقية بتعمل ايه يا مستر ايمان بتشيل دفعة اولى حد فاكر كم في المية دفعة اولى ايوة خمسة في المية دفعة اولى للمساهمين والعاملين يبقى بنشيل كم في المية يا مستر ايمان خمسة في المية دفعة اولى للمساهمين والعاملين منين برافو ممتازة من رأس المال المدفوع من رأس المال الايه المدفوع طب هنجيب منين رأس المال المدفوع يا مستر ايمان من المسألة لما هنضرب عدد الاسهم كانوا ميت الف في القيمة الاسمية مية يطلع رأس المال المدفوع عشرة مليون جنيه. طيب العشرة مليون جنيه بقى انا جبت رأس المال اللي هو مية الف مية تلع عشرة مليون. هضربها في كم بقى? في خمسة علامية. هيطلعوا يا ولد خمسمائة الف. الخمسمائة الف دولة لسه مش هحطهم في الجدول. الخمسمائة الف وحطتهم هنا. يبقى انا ضربت ايه بقى? رأس المال المدفوع في كم علامية? في خمسة علامية. ادي كم يا مستر? ايمن للمساهمين وكم للعمال? برافو عليكم. تسعين في المية للمساهمين وعشرة في المية للعاملين. طب يا مستر ينفع ندي اكتر لما يقول يا ولات. لكن لو مقلش القعدة ادي تسعين في المية للمساهمين وعشرة في المية للعمال. هاخدهم منين? من الخمسمائة الف اللي انا جبتهم دولة? مش انا جبتوا خمسمائة الف? آه. اقول خمسمائة الف في تسعين عالمين هيطلع اربعمية وخمسين الف يبقى المساهمين خدوا اربعمية وخمسين الف طب والعملين برضو خمسمائة الف في عشر عالمية يطلع خمسين الف لما اجمع يا ولاد الاربعمية وخمسين والخمسين لازم يديني كام الخمسمائة الف اللي انا وزحتهم دولة خمسمائة الف بعد كده اعمل ايه اطرح تسعمائة الف ناقص خمسمائة الف يديني اربعمية الف جنيه اصوميهم الارباح الباقية الارباح الايه الباقية طبعا رقم اتنين عشان كان فيه ارباح فوق طيب هعيد لحد دلوقتي عشان نكمل مع بعضينا ابتديني بايه بصاف الربح صاف الربح اللي هو كام مليون جنيه خدت منه تلات حاجات بالترتيب ايوة احتياطي قانوني ما يقلش عن خمسة في المية احتياطي نظامي خدتهم من الارباح بعد كده خدت الدفعة الاولى للمساهمين والعاملين خدتهم منين يا مستر ايمن ايوة من رأس المال المدفوع طب وزعتهم ازاي ايوة تسعين للمساهمين وعشرة للايه للعمال طلعوا تسعمائة الف ناس خمسمية بقت اربعمائة الف طيب بعد كده اعمل ايه يا مستر ايمن بقى اروح حامل بعد كده ايوة سامع ولد شاطر بقول اعمل مكافئة مجلس الايه الادارة هنروح حاملينه كده مع بعضين وصلنا دو هنكمل ياولا طلع عندي كما هو اربعمائة الف جنيه هناخد بقى مكافئة مجلس الادارة كم في المية عشرة في المية مكافئة مجلس الادارة هاخدهم منين يا مستر ايمن من الباقي يبقى المكافئة منين من الباقي الباقي كام اربعمائة الف في عشرة على مية تطلع باربعين الف ايوة ما فيش نصيب حصص تأسيس عشان ما عطنيش يبقى ما فيش طب لو كان فيه نصيب حصص التأسيس كانت بتبقى كم في المية يا مستر ايمن برضو الحد الاقصى بتاعها كم عشر ما جايبش يبقى حط هنا اربعين اطرح ياولاد اربعمائة الف ناقص اربعين ايوة سامع بنت شاطر عملتها على الالة وقالت الرقم ايوة تلتمية وستين الف جنيه الارباح الباقي معلش انا ااسف معايا هعيد المكافئة دي تاني يبقى المكافئة بنعملها منين ايوة من الباقي يبقى اربعمائة الف في عشرة عمية باربعين الف سامع والد بيقولي طب ما عملتش ليه نصيب حصص التأسيس ما جابش في التمرين يا ولاد ما قال ليش فيه نصيب حصص تأسيس برافو عليكم يبقى اربعمائة الف في عشرة عمية تبقى اربعين اربعين من اربعمائة تبقى عندي كام تلتمية وستين الف الارباح الباقي بعد الارباح الباقي هاولادة عايزة سيب سطر هنا ليه وركزوا معايا لو سمحت في الحتة دي بسيب سطر فادي طب ليه مستر ايمن نسيب سطر فادي ممكن ما استعملوش هقول لكم ليه دلوقت عشان لو انا بوزع الدفعة التانية لقيتها اكبر من الفلوس الباقية اجيب ارباح العام الماضي معلش هقولها تاني عشان لو انا بعمل الدفعة التانية خدتها من الباقي وجيت لقيت الدفعة التانية اكتر من الباقي مش هينفع اطرح مثلا ان اربعمائة الف من تلتمية وستين الف فانا اروح جايب ارباح العام ايه الماضي يبقى انا بضيف امتى ارباح العام الماضي لو الدفعة التانية اكبر من الباقي طيب هو كان كان ايه اللي كان في المية دفعة تانية ايوة 3% دفعة تانية للمساهمين والعملين ايوة برضو من رأس المال المدفوع طيب رأس المال المدفوع فكنينه كان كام 10 مليون جنيه جم منينا 10 مليون يا مستر ايمان لما ضربنا رأس المال فعدد الايه الاسو 10 مليون في 3 على 100 يطلعوا 300 الف دولة لسه مش احطوهم في الجدول دلوقت قدي كامل المساهمين وكمل العمال ايوة شايف البنت الشطرة اللي قالت خلاص يا مستر زي الدفعة الاولى 90 و10 يبقى 90% للمساهمين و10% للعاملين ايوة برافو عليكم يبقى يجيب 300 الف في 10 على مين هتطلع يا مستر ايمان في 90 على مين الاول وبرضو عد كده 300 الف في 10 على مين يبقى 90 بتاعت المساهمين عشان هم القطار والعشرة بتعمين العمال برافو عليكم يبقى يطلع المساهمين 270 الف والعمال يطلع 30 الف اجمع يا مستر ايم 270 و30 ياولاد يبقى 300 الف هسأل سؤاله لو سمحت تركزه معي ينفع اطرح 300 من 360 آه برافو عليك ينفع عشان انا معايا في الخزنة 360 وعايز ادي المساهمين والعمال 300 الف يبقى ينفع هيتبقى كمان فلوس هيتبقى كم يا مستر ايمان ايوة هيتبقى 60 الف جنيه ده بقى يرحل للعام القادم يبقى هيفضل عندي للسنة الايه السنة الجاية يبقى ده يرحل عندي للعامل ايه القادم معايا ياولاد يبقى انا ابتديت ايه بقى ابتديت بايه بصف الربح معايا بقى كده عالشاشة ونعملها واحدة واحدة تاني عشان انتو بتكتبوا ورايا شايفكم ممتازين ابتديت بقى اول حاجة بصف الربح كان كم بقى صف الربح يا مستر ايمان مليون خدت المليون في كم يا مستر ايمان في خمسة على مية بقى مليون في خمسة على مية طلع بخمسين الف واحتياط انظامي مليون في خمسة على مية طلع بخمسين الف خمسين وخمسين يبقوا كم يا مستر ايمان ميت الف طيب انا عندي مليون شلت منه احتياط قانوني واحتياط انظام خمسين وخمسين يعني مية مليون ناقص مية اتبقى عندي كان في الخزنة تسعمية الف جنيه طيب بعد كده عملت ايه عملت الدفعة الاولى للمساهمين والعاملين ايوا سامع ولد شاطر برافو برافو خمسة في المية للمساهمين والعاملين منين من رأس المال المدفوع ايوا انا شايف الناس اللي تكتب وراي دفعة اولى للمساهمين والعاملين كم في المية خمسة في المية منين من رأس المال المدفوع طيب ركزوا معي بقى اقول لكم على حاجة هامة طيب لو عطاني رأس المال المدفوع جاهز اقول له شكرا. طب لو عطاني عدد اسهم وقيمة اسمية وجزء مدفوع. يعني مثلا مية الف سهى القيمة الاسمية مية ومدفوع ستين. لو انا ضربت المية الف في مية هطلع رأس المال المصدر. لكن رأس المال المدفوع اضرب في الكام في ستين يبقى مية الف في ستين ايوة بستة مليون جنيه ده رأس المال المدفوع. هشتغل على المصدر ولا المدفوع. هشتغل على المدفوع. برافو. يبقى هشتغل على رأس المال الايه المدفوع. طيب افرط حبي صاحبها تالت. يعمل ايه? يجيب لي حاجة اسمها اصدار اول واصدار تاني. يعني يديني اتنين رأس مال. بس يقولي اصدار اول واصدار تاني. اعمل ايه? اضرب عدد الاسهم في القيمة الاسمية بتاع الاسدار الاول لو مدفوعها كلها. والقيمة الاسمية. فعدد الاسهم الجزء المدفوع في الاصدار التاني. واجمع الاتنين على بعض يطلع رأس المال. واجمع الاتنين مع بعض يقديني ايه? رأس المال. وهحللكم ان شاء الله تمرين على الموضوع ده. يبقى رأس المال ممكن يدوه لي جاهز يقولي رأس المال المدفوع كزا. او يديني عدد اسهم وقيمة اسمية وجزء مدفوع. يبقى اضرب رأس المال في الجزء المدفوع عشان هطلع رأس المال المدفوع. او يصحبها عليها سنة بس انتو شاطرين مش هتبقى صعب عليكم. اجيب اصدار اول واصدار تاني واجمحهم مع بعض يطلع رأس الايه? المال. برافو عليكم. يبقى انا عملت الدفعة الايه? الاولى. كامل بقى المسألة. وحصلت كامل المساهمين وكمل العمال? تسعين في المية للمساهمين وعشرة في المية للعمال. برافو. يبقى القاعدة تسعين وعشرة. طب عايز يدي عشرين للعمال. عايز يدي عشرين للعمال. سامع ولد شاطر بيقول لي. يبقى هاشيل العشرة دي من المساهمين. يبقى المساهمين ياخدو تمانين. والعشرة بتاعت العمال والعشرة دي سامع حصة اضافية المين للعملين. يبقى تمانين وعشرة وعشرة. امتى? لما يكون عايز يدي عشرين للعمال. لكن القاعدة سابتة لو ما عطنيش اي ارقام تسعين في المية للمساهمين وعشرة في المية للعملين. برافو عليكم. معايا بقى كده. يبقى انا جبت رأس المال المدفوع عشر مليون. في خمسة عالمية طلع بخمسمائة الف جنيه. يعني نص مليون جنيه. اقول خمسمائة الف. في تسعين عالمية طلع اربعمائة وخمسين الف. وخمسمائة الف. في عشر عالمية طلع برضو بخمسين الف. اجمع ربعمائة وخمسين وخمسين. على الالة يطلع خمسمائة الف. احطوهم الناحية التانية. بعد كده اقول. ساق الارباح تسعمائة الف. شلت منها خمسمائة الف. يتبقى عندي ارباح بقية اربعمائة الف. طيب. المكافأة بتتاخد منين يا مستر ايمن? ايوة من الباقي. يبقى المكافئة مجلس الادارة. المجلس الادارة بياخد منين من الباقي. جبتوا اربعمائة الف. في عشر علامات طلع باربعين الف. اربعمائة ناقص اربعين طلع تلتمية وستين الف. دي اسمه ارباح ايه باقي. طب الدفعة التانية عايز ادي تلاتة. ينفع? اه ينفع يا مستر. الدفعة التانية مس سبتة يا ولاد. الدفعة التانية مس سبتة. الدفعة التانية مش سبتة. لكن الدفعة الاولى سبتة. كام? خمسة. طب هسألكوا سؤال. لو قال الدفعتين مع بعض اتناشر. الدفعتين مع بعض اتناشر. لأ انا زعلان منك. هتقول لي ستة وستة? ما ينفعش ستة وستة. مش احنا بنقول الدفعة الاولى سبتة خمسة? طب هو قال اتناشر. يبقى خمسة وكم? وسبعة. ما تقولش كده تاني واحد تقسمه من الاتنين مع بعض. احنا عالفين ان الدفعة كام? خمسة في المية الدفعة الاولى. يبقى الباقي دفعة ايه? تاني. يبقى لما يقول لي اتناشر الدفعتين. يبقى الدفعة الاولى كام? خمسة. والدفعة التانية كام? سبعة. طيب هسأل سؤال تالي برضو. لو قال الدفعتين مع بعض خمستاشر. برافو عليك. انت مركز. ايوة خمسة الدفعة الاولى وعشرة الدفعة التانية. طب ما نبدلهم يا مستر ما ندي عشرة في الاولى وخمسة في التانية ما ينفعش. قلنا الدفعة الاولى سبتة كم في المية? خمسة في المية. برافو عليكم. طب تنفع الدفع التانية تلاتة? تنفع. نكمل مع بعضين. تلاتة في المية. دفع تانية للمساهمين والعملين من رأس المال الايه المدفوع? يبقى عشرة مليون فتاة علامية طلع بتلتمية الف. امتين وسبعين وتلاتين اهيه? تسعين وعشر. طلعوا تلتمية الف. ينفع اطرح تلتمية وستين الف اخد منها تلتمية الف ينفع. الباقي ده يسمى احتياط تسوية الارباح يرحل للعمل ايه? القادم. تعالوا بقى نعمل حساب توزيع الارباح. ايه بقى اللي هنحطه في توزيع الارباح? اول حاجة يا ولاد هنحطها على ايدنا الشمال في الجانب الداين على ايدنا الايه? الشمال في الجانب الداين مش هحط اللي حاجة واحدة في التمرين ده. صاف الارباح. اللي هو ده. صاف الارباح بكام? بمليون جنيه. طب ممكن يا مستر ايمان نحط حاجة تانية اه لو حطيه لو استعملت ارباح العام الماضي هحطها تحتها. هقولها تاني معلش. يبقى في الجانب الداين. الجانب الليه? صاف الربح بحطه فيه. حاجة تانية تتحط فيه لو انا خدت ارباح العام الماضي تتحط في الجانب الداين. يبقى هنا يا بحط صاف الارباح لوحديها. يا بحط صاف الارباح وارباح العامل ايه? الماضي لو انا استعملتها في المسألة. برافو عليكم. طيب في الجانب المدين هننقل بقى من التمرين اللي انا عملته اولاده حطه انا طلعت احتياطي قانوني بكام بخمسين الف اكتبها خمسين الف احتياطي قانوني طيب وطلعت احتياطي نظامي بكام بخمسين الف احتياطي نظام طيب والمساهمين اربح للمساهمين السبعمية وعشرين دولة جم منين السبعمية وعشرين جم منين ايوة برافو مركز معايا هاجمع الدفعة الاولى بتوع المساهمين والدفعة التانية خلوا في الدفعة الاولى كانوا أخدين 450 والدفعة التانية كانوا أخدين 200 و 70 جمعت الاتنين مع بعض طلعوا 720 ألف جنيه طيب و 80 ألف حصة نقضية للعملين برضو يا مستل أيمن جمعت كانوا أخدين 50 في الدفعة الاولى و 30 في الدفعة التانية يبقوا 80 ألف وحطيت مكافئة مجلس الأدارة وحطيت احتياط تسويط الأرباح اللي هو يرحل للعمل القادر حلو خالص تعالوا بقى نعمل مسألة بس مع بعضين اولاد هندي فيها برضو افكار تاني شوي معايا كده عشان اعرفكم انتم شاطرين ومركزين وهنبتدي نحل مع بعضين نقرأ المسألة الاول بيقول ايه في المسألة بيقول الشركة مساهمة رأس مالها المصدر والمدفوع رأس مالها المصدر والمدفوع اتنين مليون جنيه يبقى هو قال لي رأس المال المصدر والمدفوع اتنين مليون جنيه اولاد ماشي ممثل في مئة الف سهم الكومة الاسمية امتين مانا ضربت عدد الاسهم في الكومة الاسمية هتلع رأس المال الايه المدفوع وقد بلغت الارباح الصفية عن العام المنتهي خمسمائة الف يبقى رأس مال اتنين مليون كسبه نصف مليون جنيه خمسمائة الف منطقي يعني ابتدي برأس المال ولا بصف الربح ايوة في ولد مركز معي هنبتدي بصف الربح يا مستر ايمن ما خلاص فهمنا هنبتدي بصف الربح اللي هو خمسمائة الف وقد اقترح مجلس الادارة توزيعه كما يلي خمسة في المية احتياطي قانوني خمسة في المية احتياطي نظامي خمسة في المية دفعة اولى للمساهمين والعاملين تسعين في المية للمساهمين وعشرة في المية للعمات عشرة في المية نصيب حسس تأسيس عشرة في المية مكافئة مجلس الادارة خمستاشر في المية دفعة تانية للمساهمين والايه والعاملين وفيه ستة وتسعين الف جنيه الستة وتسعين الف جنيه دولة بتوع ايه احتياطي تجديدات وتوزيعات الباقي يرحل للعام القادم طالب ايه يا مستر ايمن مني طالب مني مطلوب اعداد مشروع التوزيع وحساب الايه التوزيع تعالوا نحل مع بعضنا بقى اولاد ايوة جبتو الالة برافو استعديتو معايا يلا نكتب مشروع مشروع توزيع الارباح برافو ابتدي يا مستر ايمن بايه بصاف الربح ابتدي بصاف الارباح برافو عليكم كان قال لي كام صاف الارباح خمسمية الف لما نص مليون حطهم هنا بقى نبتدي بصاف الربح خمسمية الف هناخد منه ايه يا مستر ايمن اول حاجة يا ولاد احتياطي قانوني هو قال لي في المسألة خمسة في المية ينفع ولا ما ينفعش ينفع طب لو قال لي عشر ينفع لكن لو قال لي اربعة ما ينفعش قلنا اللي احتياطي القانوني الحد الادنى بتاعه كام خمسة في المية احتياطي قانوني يلا تحلم مع بعضنا نعمله ازاي برافو هجيب الخمسمية الف اللي هي دي دي خمسمية الف اهي في خمسة على مية هيطلع يا مستر ايمن خمسة وعشرين الف طيب بعد ما اعمل احتياطي قانوني اعمل ايه احتياطي نظامي زي ايه يا ولاد زي لما بابا يديني المصروف اول حاجة اشيلها منها ايه اللي احتياطي الفلوس اللي احتياطي اللي جنبي لها المواصلات اسمها ايه احتياطي قانوني احتياطي ده اساسي يبقى اي مسألة اول حاجة اشيلها ايه احتياطي ايه قانوني. برافا. زي بابا في البيت اول ما اخد المرتب. يسدد ايه الاول? سدد الاجار والقهرباء والمية. يبقى بيشيل الفلوس بتاعت الايه? الاحتياطي. احتياطي قانوني. ما تقلش عن كم في المية? خمسة في المية. طيب بعد احتياطي قانوني اعمل ايه? خمسة في المية. احتياطي نظامي. يا مستر ايمن هي لازم القانوني زي النظامي? لا. ممكن دي تبقى خمسة ودي بقى عشرة. احتياطي النظامي لازم يقول في التمرين. طب ليها حد ادنى ولا ليها حد اقصى? لا. لازم يقول لي على رقمها في التمرين. لان في شركات بتشيل احتياطي النظام وفي شركات ما بتشيلش. في ناس بتشيل كتير وفي ناس بتشيل قليل. يبقى عملته احتياطي قانوني واحتياطي ايه? نظام. نعملهم مع بعضين الاولاد بقى. خمسمائة الف. في خمسة على مية. خمسمائة الف في خمسة على مية تطلع برضو خمسة وعشرين الف. اعمل ايه? اعمل ايه? ايوة? اجمع. خمسة وعشرين الف وخمسة وعشرين الف بقى انا شلت اتنين مع بعض خمسين الف. طب انا كان عندي خمسمائة الف. شلت منهم خمسين الف. اتبقى عندي اربعمية وخمسين الف. اسميهم الارباح الباقية. الارباح الايه? الباقية. برافو. بعد الارباح الباقية يا مستر ايمن بنعمل ايه? برافو. الناس اللي الدفعة الاولى. وقلنا الدفعة الاولى. الدفعة الاولى. سبتة سبتة. كم في المية? خمسة في المية. ما تزيدش ولا تقل. يبقى الدفعة الاولى كم في المية? خمسة في المية. دفعة. اولى. للمساهمين والعاملين. بتتخد من من رأس المال المدفوع. وهو كان قيل لي رأس المال المدفوع جاهز في التمرين اتنين مليون جنيه. يبقى جيبته منين اللي اتنين مليون كان قيل لي في التمرين رأس المال المدفوع اتنين مليون. يبقى اتنين مليون. في كم يا مستر ايمن? ايوة في خمسة على مية. هتطلع مية الف. هل المية الف دي? بحطهم في الجدول? لا. عشان هدي مين ومين يا اولاد هدي المساهمين ومين والعمال برافو عليكم. يلا هنعمل مع بعضينا. كم في المية للمساهمين وكم للعمال? هو قال في التمرين ادي عشرة للعمال. يبقى ندي الجماعة الكبار الناس اللي ساهموا نديهم كم في المية? تسعين في المية للمساهمين وعشرة في المية للعاملين. طب ليه العاملين نسبتهم قليل عشان بياخدوا مرتبات? ده ادي العشرة في المية منهم من الارباح. اما المساهمين هم اللي جابوا رأس المال فبياخدوا نسبة كبيرة. برافو عليكم. اعمل ايه بقى? تسعين والعشرة اضربهم في ايه? في الميت الف. يبقى اول ميت الف. في تسعين على مية. والميت الف. في عشرة على مية. يبقى انا لما جبت اتنين مليون. في خمسة على مية ميت الف. طلحت ميت الف جنيه حطتهم في شنط وحطتهم على التربيزة. قلت دول عدتهم على المساهمين والعمال. لقيت المساهمين والعمال قطعوا بعضيهم. المساهمين يقول لك انا عايز الميت الف. والعمال يقول لك انا عايز الميت الف. القانون حلها. قال لي ادي تسعين في المية من المبلغ للمساهمين. وعشرة في المية من المبلغ للعمال. ايه هو المبلغ اللي هو ميت الف. ده ربط ميت الف في تسعين على مية تطلع بتسعين الف جنيه. وانتو يا عمال. قال لي ميت الف في عشرة على مية احنا ناخد عشر تلاف جنيه. طولهم تسعين وعشرة يبقى تاخدوا مع بعض كام ميت الف. هي هي المية هي اللي كانت طلع. بس انا بوزعتها للمسامين والعمال. اجمع اطرح برافو عليكم. اطرح. اطرح ايه من ايه? الربعمائة وخمسين الف. ناقص الميت الف. يطلع تلتمية وخمسين الف جنيه. اسميهم الارباح الباقي. طب يا مستر ايمن هو في التمرين هنا مديني نصيب حصص تأسيس ايوة يا ولات. كم في المية نصيب حصص التأسيس? عشرة في المية. وكم في المية المكافأة? عشرة في المية. يبقى دول اسمهم عشرة في المية. ارباح حصص التأسيس. هيتخدوا منين يا مستر ايمن من الفلوس المتبقية? من الفلوس الايه المتبقية? متبقى عندي كم يا مستر? تلتمية وخمسين الف. تلتمية وخمسين الف في عشرة عالمية. يطلعوا خمسة وتلاتين الف. برافو عليكم. طيب. يلا يا اولاد. هنعمل ايه كمان? المكافأة. مكافأة اعضاء مجلس الادارة. برافو عليكم. منين? من الباقي. لو كام? تلتمية وخمسين الف في كام? فعشرة عالمية. يبقى تلتمية وخمسين الف في عشرة عالمية. يطلع خمسة وتلاتين الف. اجمع اولاية خمسة وتلاتين وخمسة وتلاتين يبقوا كام يبقوا سبعين الف. اعمل ايه بقى? ايوة? هطرح. يبقى طلع عندي متين وتمانين الف جنيه. هسميهم الارباح الباقية. يبقى انا عملت ايه يا مستر ايمن جمع? طرحت. طرحت ايه من ايه? تلاتمية وخمسين الف. ناقل سبعين الف. طلعت متين وتمانين الف جنيه. سميتهم الارباح الايه? الباقية. ماشي. بعد ما جبت الارباح الباقية. هسيب سطر يا اولاد. هسيب سطر. هسيب سطر. هسيب السطر ده ليه? هقول لكم دلوقتي عشان ده مهم جد. ماشي يا مستر اي. طيب. انا اعمل الدفعة التانية. كان قال لي كم في المية الدفعة التانية? ايوة حد فاكر? خمستاشر في المية الدفعة الايه التاني? خمستاشر في المية دفعة تانية. لمين ومين? للمساهمين والعاملين. من رأس المال المدفوع. طيب. فاكرين رأس المال المدفوع كان كام? ايوة اتنين مليون. في خمستاشر على مية. هيطلع تلتمية الف جنيه. طلع عندي كم اولاد تلتمية الف. هوزحهم زي ما وزحتهم المرة اللي فاتت. كام للمساهمين وكام للعمال? ايوة. برافو عليكم. تسعين في المية. للمساهمين. وعشرة في المية. دي مين? للعمال. برافو. تسعين في المية المساهمين. من انه رقم يا مستر ايمان من تلتمية الف اللي طلعوا يبقى تلتمية الف في تسعين على مية. يبقى من وسبعين الف. وتلتمية الف. في عشرة على مية طلع بتلاتين الف. من اخدت تلتمية الف اللي طلعت. ده ربطها في تسعين على مية وفي عشرة على مية. متين وسبعين الف وتلاتين الف. يبقى الاتنين مع بعض بكام يا مستر ايمان بتلتمية الف. ركزوا معي بقى عشان هسأل السؤال اللي كلكم منتظرينه. انا ما عنديش في الخزنة ارباح باقية الا امتين وتمانين الف. جيت ادي للمساهمين والعمال عايزة اديهم تلتمية الف. ينفع اديهم تلتمية الف وانا ما عنديش في الخزنة انا امتين وتمانين الف. ما ينفعش طبعا. هيطلع بالسالب. اقعوا يا ولاد تجيبوا الالة وتعملوا امتين وتمانين الف. تطرحوا منها تلتمية الف. تطلع سالب عشرين تكتبوا عشرين وتشيلوا السالب. انا جسامع بنت بتقول انا باعمل كده. لا لا. امتين وتمانين. لما اطرح منها تلتمية لو طلعت بالسالم يبقى لازم اجيب ارباح العام الماضي. وهو كان مدهالي في المسألة بكامل الارباح العام الماضي بميت الف. اجمحها ولا اطرحها يا مستر ايمن? اجمحها. يعني ايه? يعني انا عندي في الخزنة امتين وتمانين الف. عندي في الخزنة امتين وتمانين الف. معايا كده برفو عليكم. عندي في الخزنة كان امتين وتمانين الف. وانا محتاج قدي للمساهمين ولعمال 300 الف طب ما انا هجي اديهم 300 مش هلاقي في الخزنة 300 انا ما فيش الـ 280 اعمل ايه اروح مفكر طب ما انا عندي في الخزنة 280 وهم عايزين مني 300 طب ما انا اجيب الفلوس اللي انا كنت شايلها على جنب بتاعة ارباح السنة اللي فاتت هيبقى مندهلي في المسألة يا مستر ايمن اه هيبقى مندهلي في المسألة بكام بمية يبقى انا حط المية مع الـ 280 يبقى حطيت المية مع الـ 280 في الخزنة بقوا كام؟ 380 اقدر بقى قدي منهم 300 الف للمساهمين والعمال ايوة يبقى لو لقيت الدفعة التانية اكتر من الباقي عندي في الخزنة اجيب ارباح العام الايه الماضي معايا بقى ادي 280 و100 يبقى كام مع بعض 380 الف يبقى ليه جمعت هنا يا مستر مش كنا بنطرح في كل حاجة جمعت عشان الفلوس مش مكفية يبقى امتين وتمانين زائد مية بقى وتلتمائة وتمانين اشيل منهم كام؟ 300 الف يتبقى عندي كام يا مستر ايمن 80 الف جنيه دول هيسميهم ايه بقى؟ احتياطي تسوية الارباح ده يرحل للعام القادم يعني يفضل عندي للسنة الايه؟ الجاي سامع بنتي بقى شطرة مركزة معايا بتقولي ايه؟ طب ما فيه احتياطي تجديدات يا مستر ايمن بخمسين الف او هتعمل احتياطي تجديدات بدل انت استعانت بارباح العام الماضي انت اصلا معاكش فلوس تكفي توزع هتعمل احتياطي تجديدات؟ يبقى امتا مناعملش احتياطي تجديدات لو انت استعنت بارباح العامل ايه الماضي حتى هو اجيبلي احتياطي تجديدات بستة وتسعين الف انا معانديش الا تمانين. يبقى ينفع ازاي? اجدد بستة وتسعين الف وانا ما عنديش الا تمانين. يبقى لما كون استعنت بارباح العام الماضي. اعمل ايه? ما اخدش احتياطي تجديدات. اكني مش شافة في المسألة ما اعملهاش. طيب اللي انت عملته ده يا مستر ايمن اسمه ايه? اسمه مشروع توزيع الارباح. طيب تعالوا بقى نعمل حساب اسمه حساب توزيع الارباح. حساب توزيع الارباح. طيب نحلو مع بعضينا كده خطوة خطوة. يبقى احنا نعمل مع بعضينا ايه دلوقتي يا ولاد? ايوا ابرفو عليكم نعمل حساب توزيع الارباح. اهو. تستيرته ايه يا مستر ايمن? ادي تستيرت حساب توزيع الارباح. حساب توزيع الارباح. هنكتب عليه من فوق. حساب توزيع الارباح. اما للاولاني كان اسمه ايه? كان اسمه مشروع توزيع الارباح. ده الجانب المدين وده الجانب الداين. بصوا بقى اولاد. في الجانب الداين ده هحط حكتين بس. هحط صاف الارباح. وانا استعنت بارباح العام الماضي ولا ما استعنتش استعنت. يبقى هاجمة عليها ارباح العام الماضي. طيب. كان بكم يا مستر ايمن صف الربح. اهو. كان بخمسمائة الف. طيب. وانت استعنت بارباح العام الماضي بكم بمية. يبقى نخط مع بعض. خمسمائة الف جنيه. صف الربح. واستعنت بمية الف. يبقى في الجانب الداين ده مش هحط اللي الحكتين دولة بس. صاف الارباح. وارباح العامل ايه? الماضي. خلاص كده. ما خلصنا دولة هنا. يبقى دولة هنا في كام يا مستر ايمن بستمائة الف. هنحط حاجة هنا? لا. يبقى في الجانب الداين ما بحطش اللي حكتين. صاف الارباح وارباح العام الماضي لو انا استعنت بيا. طيب. ايه بقى اللي هنحطه في الجانب ده? اول حاجة احتياطي قانوني. احتياط قانوني. اجيب مبلغه منين يا مستر ايمن؟ ا instant ايوا من اللي انا حليته اولاد اهو. احتياطي قانوني بكام? بخمسة وعشرين الف. واحتياطه النظامي بكام? بخمسة وعشرين الف فروح نقله. احتياطي قانوني ادي. اروح كاتب الرقم بتاعه خمسة وعشرين الف. وبعد كده خمسة وعشرين الف تاني واروح كاتب ايه بقى ايوة احتياطي نظامي جبتها منين يا مستر ايمان من الحل بتاعي انا بنقل بس يا ولاد حلو بعد كده اجيب ايه بقى اجيب ارباح المساهمين ارباح المساهمين خلي بالكم بقى فارباح المساهمين بجمع اللي خدوه في الدفعة الاولى والدفعة التانية معايا على الشاشة اهي خدو تسعين الف في الدفعة الاولى وخدو كام متين وسبعين الف في الدفعة التانية يبقى خدو تسعين زائد متين وسبعين يبقى تلتمية وستين الف وبعد كده اجمع العاملين خدتو كامية عاملين اننا خدنا عشرة في الدفعة الاولى و تلاتين في الدفعة التانية يبقى خدنا مع بعض اربعين الف جنيه طيب وانتو يا اصحاب حصص التأسيس خدتو كام اللي خدنا خمسة و تلاتين الف وانتو يا مكافئة مجلس الادارة خدتو كام خمسة و تلاتين الف جبنا منين الارقام دي يا مستر ايمان موجودة في التمرين فاضل اخر رقم يا مستر ايمان ايه هو التمانين الف جنيه بتاعت احتياتي تسوية الارباح بتاعت العام القادر طيب عايزة تأكد ان مسألتي صح ولا غلط اجمع خمسة و عشرين و خمسة و عشرين و اربعمية و خمسة و تلاتين و تلاتين و تمنين اجمعهم على الالة لقيهم ستمائة الف جنيه قد صاف الربح وارباح العام الايه الماضي يبقى مسألتي صح مليون في المية ايوة يبقى انا عملت الجدول التنس متوزيع الايه الارباح نقلتهم منين من حساب مشروع التوزيع حطيت حاجتين و حطيت احتيات قانونية و حطيت النظامية و ارباح المساهمين و العاملين و اصحاب حصص التأسيس و مكافأة و ارباح يرحل العام الماضي جماعة الدولة لقيتهم ستمائة الف و جماعة الدولة لقيتهم كام ستمائة الف تعالوا نلخص بقى اللي قلناه في الحلقة قبل ما نختم احنا خدنا ايه مع بعضينا مشروع توزيع الارباح سطرنا جدول مشروع التوزيع ابتدينا بايه بصافر ربح قلنا ممكن يسميه ارباح العامل حالي ممكن يسميه ارباح العامل منتهي ممكن يسميه الارباح القابلة للتوزيع ممكن يسميه الارباح الصافية بحطها في الخنة اللي بر خدت منه احتياطي قانوني ما يقلش عن كم في المية خمسة في المية ممكن يزيد يزيد احتياطي نظامي هيدوهلي في التمرين خدتهم منين من صاف الارباح بعد كده الدفعة الاولى من رأس المال المدفوة وزعت تسعين للمساهمين وعشرة للعمال وان شاء الله الحلقة الجاية هنقول لكم بقى لو حب يلعب في الحتة دي طيب عملنا بعد كده ارباح حصص تأسيس وعملنا ايه مكافئة مجلس الايه الادارة منين ارباح حصص تأسيس ومكافئة مجلس الايه الادارة منين ايوة من المكافئة من الباقي برافو عليكم من الباقي طيب فاضل ايه بقى الدفعة التانية بس قلنا قبل ما نعمل الدفعة التانية بينصيب سطر عشان لو الدفعة التانية جيت اعملها واختلعت اكبر من الباقي بقى اخد ارباح العامل ايه الماضي طيب امتى اعمل احتياط تجديثة وتوسعات وامتى ما اعملوش اعملو لو ما خدتش ارباح العامل الماضي طيب ما اعملوش امتى لو خدت ارباح العامل الماضي ما فيش جيد